لو انت حابب تعمل صورتك زي كده او كده او كده او كده او كمان ممكن تقدر تحولها فيديو عن طريق الزكاة الاصطناعي زي ما انت شايف قدامك كده تعالوا بنا كده بقى نبدأ الشرح مع بعض عشان ما تقولش عليك الشرح هيبه بسيط وكل البرامج والتبئات والمواقع مجانية 100% اللي انا استخدمها معاكم دلوقت ويالنبينا تعالوا بنا نعمل على تحويل الصور بالزكاة الاصطناعي مجانة من خلال المنصة دي او حتى كمان تطبيق على الاندرويد او الايفون كل ده هتلاقيه موجود الرابط بتاعه في التعليقات لكن انا هبدأ معاكم اول حاجة بالموقع واللي هو كان بيحول لي الصورة الى فيديو بالزكاة الاصطناعي مجاني اول حاجة بضغط عليها ستارت 3 تريال اللي هو النسخة المجانية للموقع ده انا بيحولني على صفحة روجستر بعد كده بضغط على كلمة ساين اوب وبعمل تسديل دخول من خلال البريد الانكتروني الخاص به على جوجل بعد كده بتختار البريد الانكتروني بتاعك ومن هنا بيبدأ يحولك على صفحة الداشبورد او الصفحة الرئاسية كل عليك بس ما تبضغط كلمة ميكست وبعد كده بتختار الحاجة اللي انت عاوز تعمل لها سواء انت كنت عاوز تنشرها عن فيسبوك ولا اليوتيوب ولا التيك توك ولا حتى على سبيل المثال انو انا اخطار الفيسبوك وبضغط على كلمة وبعد كده بتختار الحاجة اللي تع�도ك هنا سواء كان نوع الحاجة اللي انت عاوز تعملهة سواء كان موسيقى ولا كنت عاوز تعمل و dona كنت عاوز تعمل نفيش مشاكل اختار هنا انا اختار معكم هنا الفيديو برافر تمام? بعد كده بغط على كلمة نكاست. هنا بحول على الانواشن وقول له نكاست. بعد كده هنا بقول له هنا بيجينر اللي هي المعارض بتاعتي في الادوات الاذكال الاصطناعي قل له بيجينر. بعد كده بتضغط على كلمة نكاست وهنا في النهاية بتضغط على فينيش. هنا بقولك تريد يور فيرست فيديو. كل عليك بس بتضغط ضغطة كده. ومن هنا بتقول له هنا ستارت في تريال. هنا بقى بيضغط عليها ضغطة وبعد كده بيحولك على صفحة الكباتشة دي. اثبت الكباتشة بتاعتك. هنا بيقولك اختار بعد كده بتعمل هنا يحولك على صفحة الدفع. طبعا هنا بيقول لي انا عاوز ادفع بس كل عليك انك بتدخل فيزا بتاعتك. طب احنا مش هندخل فيزا بتاعتنا خالص انت بتدخل اي فيزا موجود على الانترنت. المهم تتخطى المرحلة دي. خلي بالك بقى معي بعد ما تيجي تضيف الفيزا بتاعتك على طول بيتحط معاك هنا. اي ده تقدر تستخدمه معاك عادي جدا في الصور بتاعتي. طيب دلوقتي بضغط على كلمة بعد كده بتضيف هنا الصورة تشوف بقى الصور تشوف شكلها عامل ازاي. الصور اللي تعجبك اختار اضغط عليها كده. وبعد كده بتضغط على كلمة وتروح تضيف مكان الصورة بتاعتك. تشوف مكان الصورة على سبيل المثال ان انا عضيش معاية سورالية بالشكل ده كده. بضغط على كلمة كونتينيو توب ريموت. تمام? بعد كده هنا بيختار بقى الحاجات اللي انت عاوز تضيفها. يعني عندك هنا الاسلوب او الوصف اللي انت هتيجي تضيفه. يعني مسلا على سبيل المثال ان انا هضيف اي اسلوب من عنده هنا. ممكن تضيف اسلوب عن طريق الزكاة اللي الصراعي هو اللي يكتبه لك. او انت تكتب الاسلوب بتاعك عادي جدا. يعني على سبيل المثال ان انا هختار مسلا يعني حاجة زي دي كده. واسلوب ده كده. تمام? بضغط على كلمة او بشوف اعدادات الفيديو يحاولها معي ازاي? طبعا هنا بتقدر تتحكم في مدة الفيديو كل ما تيجي تقلل المدة كل ما يبقى معك ارخص. بعد كده بتضغط على كلمة اللي هي تحت كده ونشوف تحت بالاخر هتطلع الصورة بتاعتي شكلها عامل ازاي? طبعا زي ما انت شايف كده هو بيوجهني من الصور اللي قدامك دي. هي صور غريبة لكن انا اضغط على كلمة كرية فيديو. هشوف الفيديو بتاعي اه هيبقى شكل عامل ازاي في النهائي? طبعا هو دلوقتي عمال يعمل لي الرندر للفيديو بتاعي تقريبا مش بيكمل دقيقة علشان يستخرج لي الفيديو او يعمل لي الرندر للفيديو. وزي ما انت شايف ده كان الشكل النهائي للفيديو طبعا انا خليت الزكاة الاصطناعي هو اللي يعمل كل الرسومات دي. كل عليك بس بضغط على كلمة داو اللي هو الفيديو. وعلى طول بيبدأ يحمل معاك وبينزل معاك على جهاز بتاعك. بتحدد مكان حفظ الملف بعدك ابتغط على كلمة ولما تيجي تفتح الملف هتلاقي يفتح معاك الفيديو بالشكل اللي قدامك ده كده. يبقى احنا كده حولنا الصورة لفيديو بشكل مجاني عن طريق الزكاة الاصطناعي. تعالوا بنا كده بقى نتوجه لطبيق اللي موجود معنا. والطبيق اسمه التطبيق ده هتلاقي رابط التحميل بتاعه موجود في الوصف او التعليقات. طبعا تضغط على التطبيق ده. وبعد كده بيفتح لك الوجهة اللي جاية قدامك دي. هنا بقى بتختار الصور اللي تعجبك. عندك دي الصور المتدولة. وفي عندك الصور الحديثة. وفي عندك الافضل. ممكن تختار اي صورة انت عاوزها قدامك. تختارها كده. يعني على سبيل المثال انا هدور على الصورة. آآ ممكن تلاقي بيها او يعني اللي يحبها. تعال كده ندور كده مع بعض. ابدأ ادور. يعني على سبيل المثال انا هضغط على الصورة دي. وعاوز صورتي تتحول بالشكل اللي قدامي ده كده. على طول بروح عندي على الفون بتاعي. بعد كده بروح عندي على الصور. بروح بختار المعرض. وبعد كده بختار الصورة بتاعتي اللي انا كنت رفعها من شوية. طبعا اخترت الصورة دي. وبقول له انتقال. ممكن تحدد كمان الصورة. يعني توصل معك لحد فين. اضغط على كلمة انتقال. وبقول لك هنا اتجار التعديل ونشوف في الاخر الصورة هيبقى شكلها عامل ازاي? وزي ما انت شايف كده دي كان شكل الصورة النهيية وتغطى عندك على طغط نقط دون وتعمل تخزين على الجهاز بتاعي. طيب دلوقتي انا حفزتها هل ممكن آآ في صورة تانية تعجبني? آآ ممكن في اكتر من صورة تعجبك. وممكن برضو تحولها بنفس الطريقة دي او بنفس الشكل اللي قدامك ده كده. وهحول كده كزا صورة معكم مع بعض في الفيديو ده. يعني على سبيل المثال ان انا اختار معاكم صورة زي دي كده. انا هقول له انا انا عاوز الصورة بتاعتي تظهر بالشكل اللي قدامي ده. بقول له كمان تعديل. وهنشوف الصورة برضو في الاخر هيبقى شكلها عامل ازاي? زي ما انت شايف دي كنسك شكل الصورة. تغطى عندك على التلات وقت وتحفظها معاك في الجهاز عادي جدا. كمان برضو انا حولت صورة عندي بالشكل ده كده. طبعا انت بتختار الصور اللي تعجبك. وعلى طول بتتحول معاك بالطريقة اللي قدامك دي. بالاسلوب اللي انت عاوزه او بالشكل اللي انت عاوزه. وفي معاك اكتر من شكل هنا تقدر تستخدمه كمان. يعني انا افترض ان انا استخدم نفس الصورة دي. بضغط عليها وبعمل ضغط على الصورة بتاعتي. على طول بيعمل تعديل. وبتستنى شوية لحد ما يتم انتهاء تنزيل الصورة وزي ما انت شايف نزلة الصورة على الجهاز بتاعي. وبكده شرح انتهى قبل ان يكون الشرح عاجبك كنا منتكلم عن تحويل الصور بالزكاء الاصطناعي مجانا. لو شوفكم في حلقة جديدة لو حدقت اي حاجة اي حاجة اتواصل معي في التعليقات ارد عليك ان شاء الله مع السلام.